السلام عليكم أهلا وسهلا بكم جميعا سؤال متكرر من زميلنا الأطباء والباحثين وميديكال ستيدنتس عن أنواع الفيزات للولايات المتحدة الأمريكية فنحن نفعل هذا الفيديو عشان نوضح بعض المعلومات المتعلقة باليو اس فيزا من مي اون يعني personal knowledge and personal experience أولا الفيديو ده سبونسرد بنيجيدا اكاديمي الفريق بتاعنا ودي اكبر ارجانيزيشن لتقديم clinical research training في الشرق الاوسط من سنة 2014 وهي حاليا في يونيتد ستيتس هتلاقوا التفاصيل اكتر عن نيجيدا اكاديمي في ديسكريبشن بتاع الفيديو قبل ما نبدأ مهمة برضو يعني افصاح declaration ايام نوت الوير انا مش محامي ولا لايسنس ده اترني متعلق بالهجرة ولكن هذا الفيديو يقدم my own personal opinion and doesn't constitute any legal advice and doesn't replace the need for expert attorney to provide advice about the US visa The US visas بتنقسم الى نوعين كبار اللي هما non-immigrant visa والimmigrant visa non-immigrant visa اللي هي فيزا غير المهاجرين والimmigrant visa اللي هي الفيزات التي تؤدي الى حصولك على green card اللي هي الاقامة الدايمة وبعد كده ممكن تاخد الجنسية لو انت عايز لو انت استوفيت الشروط فالـ US visas non-immigrant فيه انواع كتير منها ولكن انا بذكر الحاجات اللي انا ارينتت بيها في مصاري الطبي وفي مصاري الـ research وفي المصاري بتاعي فهتلاقي اخرى types of visas وفي مصاري الى حاجة اسمها اموان فيزا فاهمني انواع معاينة من الدراسات المهنية وليس موجودة هنا ده لا علاقة له بالـ medical pathway او بالـ research pathway اللي ليه علاقة عندنا هو الـ B1-B2 والـ G1 والـ F1 وفيه نوع تاني برضه non-immigrant اسمه O1 ويقال انه بيحتمل في بعض المحامين انا عملت استشارة مع اكتر من محامي بعضهم بيقول على O1 وبعضهم بيقول عليها non-immigrant ففيه خلاف القانون على الـ classification مش موضوعي فيه حاجة اسمها جوال إنتنت فيزا جوال إنتنت فيزا بتحتمل ان انت رايح تشتغل لمدة سنة سنتين ثلاثة وبعدين ممكن تحولها لـ green card وممكن متحولها لـ green card فدي اسمها جوال إنتنت فيزا فدي بتبقى زي حاجة انتقالية لو عرفت ان انت اتيح ليك ان انت تاخد جوال إنتنت فيزا بتبقى حاجة كويسة بتبقى افضل طبعا يعني انت مقدم على نيابات مثلا وانت وصادك بعض البرامج بعض برامج النيابات برامج بتوفر UG1 وبرامج بتوفر الـ H1 فأيهما أفضل لا روح للـ H1 دي بتكون أفضل بالنسبة لك لأنه هي أضمن في التحويل للـ green card لكن الـ non-immigrant ما تلاقيش فرصة أو opportunity انك تاخد الـ green card أو تكمل لو انت حابب تكمل في United States او ممكن ان انت يبقى مطلوب منك انك ترجع بلدك تاني فاهمني؟ او ممكن اصلا تجديد الفيزا بتاعتك يحصل في مشكلة وبثوي بتاعك كله ترميناتد وبالسلامة فطول ما انت على الـ non-immigrant فيزا انت بتكون في موقف مؤقت وتحتاج ان انت تجدد الفيزا بطريقة معينة لازم تروح للسفارة وهكذا بشكل مستمر طبعا هنتكلم عن كل نوع من انواع non-immigrant فيزا بالتفصيل اعديكم بس يعني نبذة مهمة عن ايه انواع الفيزات دي non-immigrant فيزا النوع الاول بي وان بي تو ده اللي هو business and tourism ده اول حاجة short term فيزا ماكسموم الفترة الزمنية اللي انت ممكن تعودها على بي وان بي تو هي مئة وتمانين يوم من يوم دخولك يعني مسها انت اخدت الفيزا بتاعتك فالد لمدة شهرين على سبيل المثال الشهرين دول مسموح لك تسافر فيهم فعلمني انت مثلا رايح مؤتمر او رايح كونفرنس او توريزم او بلان هتقعد مثلا تعد شهور فانت ممكن تاخد الفيزا شهرين ممكن تاخد فيزا ثلاث شهور ممكن تاخد فيزا سنة ممكن تاخد خمس سنين وبعض الدول زي الهند بي اخدوها عشر سنين ده مش معناه انك ممكن تقعد عشر سنين لا ده ده الفترة الزمنية اللي انت مسموح لك تسافر خلالها ففيزات امريكا مختلفة عن فيزات الدول التانية ان الفاليديتي لينس اوف فيزا مش ده الوقت اللي انت هتقعده لا ده الوقت اللي انت هتسافر فيه للبورتوف انتري وعلى البورتوف انتري في المطار بتقبلي على ان انت تدخل الولايات متحدة الامريكية فباختملك على البسبور ان انت لك فترة زمنية مقدارها كذا فانت لازم تراعي هذه النقطة اول حاجة البي وان بي تو البزنس توريزم والكونفرنس ده اغلب الاهداف اللي انت عشان هتقدم على بي وان بي تو بتفتح الموقع وبتعمل ابليكيشن دي اس بتملع فورم اسمها دي اس فورم ان انت وبتختار ان انت رايح الكونفرنس او توريزم او وتفر الغرض بتاعك وعلى طول بتدخل على موقع السفارة وبتحجز معاد بي وان بي تو ده كده اسمه بي وان بي تو ابوينتو مش محتاج الا الانفتيشن لتر ممكن تكون معاك من المؤتمر او الشركة السياحة او الكونفرنس او البيزنس كمبني اللي انت رايحها فمتحتاج زي انفتيشن لتر اوكي ولكن الابليكيشن نفسها انت اللي بتقدمها خلافا لده جي وان فيزا مثلا انت مفعش تروح تقدمها مزاجه حتى لو انت اكسبت انت اكسبت مثلا في ريسيرش بوزيشن او في برنامج نيابات مش بمزاجي هروح رايح السفارة وامل امليكيشن لا ده لازم هناك الانستيوشن المستضيف ليا بيكون عنده حاجة اسمها بيعمل عنك وبياخد بياناتك بياناتك انت جاي تعمل ايه وبيتواصل مع وزارتك خارجية وبيخلص لك ورق حاجة اسمها سيفس وبيتباتلك انت بقى ورق سيفس ده وانت بتدفع التكلفة بتاعت ده او الانستيوشن بتاعك بيدفع الورق ده وبتجي لك ده ورقة من الديبارة وانت او في استيت اهم ورقة مع الباسبور بتاعك من غيرها اصلا ما تخلش الولايات متحدة امريكية ومن غيرها اصلا ما تروحش الانترفيو الحاجة اسمها السيفس فالسيفس ده الانستيوشن وده بتوصلك ممكن ان تستغرق حوالي ثلاث شهور ابروكسيمتلي في المتوسط ثلاث شهور ممكن اربع شهور على ما توصلك هذي الورق فمش معنى ان انت اكسبت في ريسدنسي بوزيشن او ان انت اكسبت في ريسرش بوزيشن او ترينيج على الجيوان ان انت هتروح تقدم بكرة لأ ده انت لازم بتبروسس سم انفورميشن في الجامعة بتاعتك او الانستيوشن والانترناشنال اوفيس بتاعه بيخلص الورق مع دي بارتمند اوفيستيت وببعث لك انت السيفس بتاخد انت السيفس ده وبدخل انت تقبلاي وتحجز معاد عشان تروح الانترفيو بتاعت الجيوان فيزا الجيوان فيزا وبالتالي نيد سبونسر مش بمزاجك بتروح تقدم خلافا البيوان بيتو انت بتقدم من بكرة عايز تسافر بكرة مساء مؤتمر خلاص بتجيب الميتشنليتر وتقدم انت لكن الجيوان لأ انت محتاج سبونسر انستيوشن والفاليديت بتاعتها رينيوابول كل سنة بتحتاج ان انت ترجع تجددها وابتو سيفن ييرز ممكن تحصل على الجيوان فجيوان المكسموم الفترة الزمنية انت ممكن تقعد عليها هي الجيوان الجيوان طبعا ممكن تجيب يوروايف عليها فبتبقى جيو دي اللي هي شركة حياتك او العكس هي مسافرة على جيوان فهي ممكن تجيبك على جيوان اما البيوان بيتو ما فيهاش اوبشن ان انت تجيب شركتك معك الفوان فيزا هي اللي برضو لو انت مرد ممكن تجيب شركتك على الفو فيزا الفوان فيزا فبتبقى للإدوكيشن إدوكيشن بتاخد عليه كريدت اوار رايح تدريس بيزنس رايح تدريس بيتش دي فالفوان فيزا مخصصة للستادي هناك واحدة تانية للستادي ولكن هذه للتعليمات المهنية ليس للتعليم المهني ليس بطبق بريلية اللينا وده محتاج لسبونسر انستيوشن الانستيوشن الذي انت اكسبت فيه في البيتش دي بروجرام ويبعث البيتش دي بروجرام ويخلص لك ورق ويبعث لك اسمها تحجز معاد في السفارة وتذهب تقدم الفوان فيزا مكسيوم فالفوان فيزا ممكن تدخل الولايات المتحدة الأمريكية قبل المعاد بدء البيتش دي بروجرام بثلاثين يوم فممكن تسافر يوم ممكن تسافر يوم ممكن تسافر يوم ممكن تذهب قبل المعاد بدء البيتش دي بثلاثين يوم ولكن هناك بعض الفيزات لها شروط يعني الفوان مثلا انت غير مسموح لك بالعمل على الفوان انت غير مسموح لك بالعمل على الفوان انت غير مسموح لك بالعمل على البيتش دي بروجرام تدخل البيتش دي بروجرام يعني تشتغل مثلا مثلا تدين بعض محضرات وتاخد مقابل مادي على ذلك فماكسيوم الأول مثل انت ممكن تشتغلها هي 20 ساعة اكتر من كده يعتبر فيوليشن للفيزا ممكن يلغولك الفيزا بتاعتك ورجعك تاني او يترمينات لك الكارير بثوي فانت لازم تكون واخد بالك كل فيزا اتش فيزا اتش فيزا اتش فيزا اتش فيزا يجب ان تتعلم عن هذا ويجب ان تتعلم عن طريق البيتش دي بروجرام فالفيزا البيتش دي بروجرام فالفيزا اتش فيزا اتش فيزا 20 ساعة في الاسبوع ويكون تشتغل لشغل البيتش دي بروجرام وهي محتاجة اتش فيزا وبعد ان تتخلص البيتش دي معك فترة سامة حوالي 60 يوم في طبعا تتقدمها انت ممكن خلال 60 يوم دول لان انت لو حصلت على وظيفة او شيء كذلك فانت بيكون لك 60 يوم ولكن لها ظروف معينة انت ممكن تبحث فيها اكتر هذا بما يتعلق بالB1 B2 G1 F1 مشكلة النون اميجرانت فيزا امريكا هي دولة قائمة على الهجرة ففي نظر الافيسر في نظر الافيسر الافيسر كل الاشخاص المتقدمين للن اميجرانت فيزا يعتبروا مهاجرين حتى يثبت العكس وإعطاء الفيزا من عدمه فقط باستخدام الافيسر الافيسر يعتبروا مهاجرين حتى يثبت العكس وإعطاء الفيزا من عدمه فقط باستخدام الافيسر 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 لديه 100% على اميجرانت فيزا باستخدام الافيسر فلازم تبقى عارف ان الموضوع مش متوقف على المؤتمر ده قوي او المؤتمر ده ضعيف لا مهم جدا انت تضع هذا في الحسبات انت بينظر لك على انك دائما مهاجر لان امريكا بلد قائمة على الهجرة من الدرجة الاولى وليها اما 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 في بقى بعض الحاجات الجدلية زي ايه في حاجتين جدليتين في حوارة اميجرانت فيزا رقم واحد الابزيرفرشيب او الانترنشيب في القانون في الف اي ام مش فاكر رقم كام انا طبعا اللي يعرفني يعرف ان انا كنت مريت ببعض المشاكل فيما تعلق في الفيزا ولذلك كنت بقرأ في القانون الفيدرالي ولكن ايام نوت زي ما بقلت انا مش محامي وانا مش بتخصص في ذلك ولكن دي مي برسونال انفورميشن فلو انت رايح حاجة زي على هامش مؤتمر مثلا بحضر كورس ريليتد لمؤتمر ايه شيء الذي لا يمكنك ايه فالقانون بيبيح بعض انواع التدريب الشورت تيرم كورس او الشورت تيرم ترينيج اللي انت مبتخدش عليه كريدت اوورس ولا تكون ايه ايه ولكن هو فقط زي تدريب شخصي تدريب شخصي او ووركشوب على هامش مؤتمر فالوبزيرفرشب برضو من الحاجات اللي بتندرك تحت هذا البنت ولذلك في ناس بتسافر ابزيرفرشب فالوبزيرفرشب تدريب شخصي برموضة 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 لو انت if you will take any form of short course or education that will give you credit hours and will count as formal education in your education system أو هنا في أمريكا it's unlikely that you will be able to get this on B1 B2 visa you have to go for G1 exchange and you need to ask your institution to sponsor you for this visa please make sure انت الobservership او الانترنشب اللي انت رايحها دي توصفها ايه what is the description of this training الديوريشن بتاعته قدي لان الديوريشن بتاعته لو طويلة مش طرف تعملها على B1 B2 وهل ده بيديك credit hours ولا نوت وهل ده sponsored by G1 visa or not ده كلها حاجات انت محتاج ان انت تقررها قبل ما تقدم على الفيزا طبعا في بعض الانستيوشن هتلاقي بيوفر opportunities for the observership and internship بس يقولك مش بسبونسر فيزا فما تخاطرش بنفسك وتروح تقدم على B1 B2 او الانستيوشن بتاعتك مش بسبونسر الفيزا المناسبة او مش راضي يديك invitation letter don't take any risks لان الخطأ الخطأ حتى لو سوق تفاهم حتى لو غصب عنك حتى لو غير مقصود منك بيتكتب ويتسجل عندك في السيستيم بتلاقي عندهم هستوري بتاع التقديم بتاعك كله والرفض القديم كله بتلاقي عنده الهستوري يقعد يقرأ في الانتروفيو فهذه من الحاجات اللي انت محتاج تاخد بالك منها don't miss with US visas you should be straight forward and you need to be very cautious ال G1 exchange طبعا clinical training زي residency research training زي حد راح research fellowship او exchange مثلا برامج ال exchange بتاعت السفارة او بعض الجامعات مثلا في امريكا ومصر او امريكا او الاردن ان هناك شيء مختلف فاذا هناك رأيك بنغوة عمارة غالبا بيبع على جي ون visa لانت يBRيسرش الانتروفيوشوب تبع على جي وان اكسشنج وزي ما قلنا الماكسي ممليها سبع سنين ولكن ولكن لما الولايات المتحدة الامريكية فتحت مجال جي ون اكسشنج بعض الدول النامية بدأت تتهم النامية تتهم الاتصال بانها تعمل brain drain ان الناس المتمميزين والمهرة يذهبون إلى المنطقة للتعليم ويأخذوا مستخدمات وعندما يرجعون يجدوا بلدهم أخرى فتضع فقرة في القانون اسمها في الفقرة 2012 إن إذا كنت تساعد بلدك سواء دولتك أو الـ US إذا كنت تساعد بلدك من الولايات المتحدة الأمريكية أو من الولايات المتحدة الأمريكية يجب أن ترجع بلدك لمدة سنتين فإذا كنت تساعد بلدك أو سواء كنت تساعد بلدك طبعا إذا كنت تساعد بلدك في الفيزا أو لا فإن تصدق بلدك من الولايات المتحدة في القانون و ستجد هذا كمتدد على الفيزا تجد من الولايات المتحدة لك مكتوب فيها أن تساعد الـ 212 أو أن تساعد فإن تحدد هذا لا أنا أو أنت على الإمتحدة ولكن هو الولايات المتحدة وده باستدد على المصطر العمل غالباً لو أنت تقليد من الوصف التي تتحدث عن維持 عناية الوصف accountant الآن ستأنظر إلى 수عمال م bukan عملية تجد عناية الوصف ولو أنت ليس عملية لا من عملية الوصف بإمكانك بعض الناس لتعليق ذلك في هاتف العملية مثلاً غير متعلقة بالحكومة أو الحكومة ممكن ما ياخدش بتين و اثناشة عادي و هتلاقي ناس كده كثير و عادي لكن لو انت فاندد باي الركيس مرحي مثلا فول برايت لو انت فاندد باي الارتجابي ناسك فول برايت غالبا مطلوب منك ترجع بلادك سنتين و ده هتلاقي موجود دائما في معظم حتى ان يو كي برضو باية معنى لو انت واي خدفند من السفارة البريطانية من حكومة البريطانية من حاجة مثل شيفدينج مثلا هتلاقي مطلوب منك انك ترجع بلدك حدد معين من السنين فدي حاجة بعملوها عشان يمنعه البرين درين فانت خلي بالك طيب في حد يقول لي ممكن فيه ويفر اه الجي وان لو انت كلينيكال ترينينج ممكن تعمل ويفر زي ان انت بسلا في امريكا واخدت نيابات واخدت نيابة وخلصت نيابة بتاعتك مش تعرف تنقل لجرين كارد ولا تعرف تقبلها على الجرين كارد من غير ما تكون عملت الويفر بتاع الجي وان فالويفر ده بتروح تشتغل في منطقة ناقية تشتغل كلينيكال مدت لفترة زمنية معينة لحد ما تواف غالبا سنتين لحد ما تواف هذا الشرط طيب لو انت ريسيرش مالوش ويفر مشكلة تبقى الجي وان لو انت اخدت جي وان ريسيرش بوزيشن ريسيرش فلوشيب فاند باليو اس جوفرنمنت او جرانت من النياتش يعني لو استاذ الانت راه معاه واخد فاند من النياتش فلو انت اخدت جي وان فيزا عشان تروح تشتغل هذا الاستاذ على البروجيكت الفاند من النياتش حتى لو الجامعة برايفيت تقام الفاند من النياتش غالبا سيبقى منطبق عليك ال212 فبتبقى مضطر ان انت ترجع بلدك لمدة سنين ولا يسقط هذا الشرط ان شاء الله تعمل ما تعمله طلع لك جرين كارد لوتري قدمت على جرين كارد النيو او ابتو وجالك اوفر هناك اتجوزت واحدة امريكية واتفر حصل لك لو اتشقلبت هذا الويفر لا يستطيع اي بديل لا يوجد اي بديل الا الكلينيكال لويفر ان انت تروح تعمل تشتغل في اندر سرف داري ده الويفر اللي موجود الريسرش لا يوجد اي ويفر فانت لازم تبقى حريص في نوع تاني من الفيزات اسمه الاوان فيزا اسمها برضو انشتاين فيزا اعتبت على ايضاين انها ايضاين انشتغل انشتغل في الآخر انشتغل في موضوع ملف لـ US-CIS الـ United States Citizenship and Migration Service مثل الـ H1B و مثل الانواع الـ Green Card لازم الأول الـ Center بتاع الهجرة يراجع الفايل بتاعك ويتأكد ان انت شخص متميز وفيه صفات معينة للتميز لازم تكون متحققة في البروفيل بتاعك عشان تاخد approval على ان انت O-1 وطبعا الـ O-1 visa لو انت متجوز برضو ممكن تاخد مراتك او شركتك معك على O-2 visa and it will be fine او لو انت رايحة على O-1 ممكن تجيبي شركك على O-1 visa and it will be fine فما يكونش فيه مشكلة النوع الوحيد هنا اللي لا ينطبق عليه ان انت تاخد شركتك معك هي الـ P1-P2 فـ You need to be careful with this الـ Dual intent اشهر واحد لها الـ H1B الـ H1B visa اسمها Specialty Occupation وغالبا تسمع عنها كثير في التكنولوجيا مثلا شركة جوجل قبل مايكروسوفت الشركات دي لما بتهير الناس الـ Specialized اللي عندهم Special knowledge and they are applying this kind of work in practice or industry or in research فهم عندهم some special knowledge important for these type of businesses فبيجيبوهم على الـ H1B و الـ H1B You can then transform this to green card من الـ H1B و بتكون الـ Process مضمونة يعني مش زي الـ Non Immigrant لو انت على G1 visa وخلصت وخلصت مثلا research fellowship وعايزت تقدم على employment based researcher فلو بتشمتعك دينايد هترجع بلدك أما H1B إنه قد مستعد انت تستخدم من الـ H1B فدي مضمونة ولذلك في بعض جامعة اسمها نورث وسترن يا ربي في جامعات معينة بتمنح research positions على H1B يعني عددهم معدود قوي عددهم معدود قوي على أصابع اليد الجامعات اللي ممكن تجدك وفي النيابات برضو عددها قليل لما تكون بتقدم على النيابات في بعض الـ Positions تقولك في بعض النيابات ممكن تلاقي في جي وان مصلي موجودة بكثرة وفي قليل ما تلاقي حد بيوفر H1B وتكون الـ Positions limited لأن كل الـ Institution بيكون لها عدد معين من الفيزات وحاجة تانية لها كاب يعني لها كاب في السنة حوالي 65 ألف وكنت قريت مرة لها حوالي 80 ألف في السنة الوحدة فكل الـ Institution بقبلية عدد معين من الفيزات هو حاجزها فبيكون مرات في ويتنج تايم وفي من الانتظار فلازم تعرف ان الفيزات دي بعدد محدود ومش كل الـ Institution ولا كل الجامعات لها الـ Option ده جامعات معينة وإنستيوشن معينة وشركات معينة وبيكون لها كل مكان أو كل جامعة لها كوتا لها رقم معين بيجي لها كل سنة فبيضطروا انهم يختاروا بقى يفلطروا مين الناس اللي هياخدوا ذلك وبالتالي مش بتكون موجودة بوفرة طبعا تريكواير سبونسر والتايم بتاعها حوالي ثلاث سنين ده التايم الطبيعي ان انت بتعود على الـ H1B فيزا ثلاث سنين وعند تحولها الـ Green Card ولكن تتكام بيكستندد لـ 6 يارز وطبعا بتعرف تجيب شركتك لو او شريكك لو انت متجاوزة او لو انت متجاوز على الـ H1B فيزا فهي ميزتها انها فانت مش عرضة المشاكل مثل انت محتاج كل سنة ترجع وتجدد الفيزا كل سنة وممكن تترفض وممكن تحصل لك مشاكل فهي ميزة الـ H1B فيزا انها Dual Intent فهي تعتبر حاجة انتقالية بالـ Non Immigrant فلو اتيح لك حاجة كده طبعا ما تضيعهاش ولكن مشكلتها زي ما قلنا انها بتاخد تايم بتاخد فترة زمنية لما تاخد لان اللي بيوافق عليها هو الـ USCIS الـ United States ولازم الجامعة بتايمتك وتقدم طلب وانت شخص متميز وليه هم يعيزينك ولازم ده يتم الموافق عليه ويكون لها متطلبات مثلا انت لو قدم على النيابات لو معاك ستب 1 و ستب 2 يقولك لا خلص ثلاث ستبات فاهمني فليها بعض الكريتيريا اللي اعلى شوية منها مثلا السلري بتاعك ستين الف دولار فليها بعض اللي انت لازم تبقى ميتنج حتى تقدر ان انت تاخد الـ H1 وان شاء الله بيكون فيه لنا لقاء تاني بنتكلم فيه بالتفصيل اكتر عن الـ والـ والمتعلقه بالريسرش والمتعلقه بالميديكال انا مش خبير في الفاميلي بيزد فا اي كانت وان شاء الله وان شاء الله وان شاء الله هنغطيها في فيديو اخر واتمعنا انكم تكونوا استفدتم ولو استفدتم الفيديو ده ممكن تشاركوه مع زمالكم المهتمين وانتظر تعليقاتكم على هذا الفيديو شكرا جزيلا لكم وان شاء الله وان شاء الله وان شاء الله وان شاء الله شكرا